طبعا المكان اللي فيه صياد جارب بالمنظر ده ما ننصحش حد فيه يعمل دور غلة ولا استاد أصلا اللي زيادة بيبواخد الحليبة والرايبة السمكة اللي ما بتمسكش في الشبك بينزل ياخده هو بنفسه بيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم شباب عاملين ايه يا ربي يكون الجميع بخير يا رب ويسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم مثل شباب النهاردة برضو احنا في شهر اربعة لسه برضو شغالين على صيد الغلة لان شهر اربعة ده بيبقى فيه اياء من امتع صيد الغلة هتقابلك في شهر اربعة الايام دي في الشهر ده بالزاق اوقات بيدخل سمك على الغلة ما بتشوفوش انت طول السنة طبعا احنا متكلم في معلومات عامة لو صدف معنا السمك ده السنة دي ان شاء الله هنصوره ما صدفش معنا يبقى ايه ادي الله ودي حكمك يعني كنا احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الادوار العشوائية وقلنا ازاي تختار الدور العشوائي بانك بتفرد العود بتاعك بتخلي العيار بتاع السنار مت وبتجرب بالارض لو لقيتها كويسة بترمي بترمي غلة في قاعدة اساسية في صيد الغلة لازم كلكم تعرفوها وتتأكدوا منها ايه القاعدة دي ان الدور اللي بياخد غلة لازم يدخله سمك مدخلوش السمك بسبق سortunate حالي ماذا خذ ليس لدور دا تبعت عنه ايا كان بقى لابع تعود فيها عvasريد Tr olduğunaARA تبعت عنها طبعا احنا كل سنة بنفتح للدوار بتاعتنا كان بيقابلنا مشاكي اللي هي ايه ايه ناس بتعاشمة ناس تقعد على الدوق ناق واحدة تيجي برضه تقعد مكانك تقول دا دوري و انا عالفه يقول لك ده تشتريت البحر ما اشتريتش البحر كلام من ده بيحصل و بيحصل معناه سيامن فعشان كده احنا منحب الدور العشوائية لان الدور العشوائي محدش بيعرفه غيرك اندي من ضمن برضه المشاكل اللي حصلت معنا قبل كده كان فيه رايل كبير في السن بس ستين عشوائية يعني فهو احنا بقين اصحاء وعايزوا سامحني لو شاف الفيديو ده كان برضه غلس علي ودوري ومعروف ان هو دوري ومصنوع وكلام من ده ومش عايز يقوم بس ايه ما بيقول لهاش كده بيقولها بتناحى فانا رميته في البحر يا حني في صراحة ربنا سامعني الحمد الله من بعد الموضوع دوت وانا ما حبيتش نفتح حدواء ولكن ايه انا بناخد انا اجازة في شغلي بتبقى يوم واحد فكدت انا قبل كده ان انا عايز يعمل دور مرسوق ما دور غلس نظامي متحدد كذا كذا لو مش هيقدر يقعد له مرتين تلاتة في الاسبوع يبقى ايه يشوف حد معاه يا اما ما يفتحوش اصلا فانا السنة دي في ناس حبيبي اتفقنا ان احنا هنعمل دور مع بعض وبالفعل احنا عملناه ونقعد عليه النهاردة بس الجو زي ما انتم شايفين فيه هوا كده فمش هنكمل على الدور ده النهاردة المهم اتفقنا ان احنا ايه هنعمل الدور انا كده كده بناخد اجازة الجمعة ناس تانية بتاخد اجازة في السبت بنباحنا التلاتة هننبدل على الدور الدور العشوائي بتديله انت اول مرة غلى على طول طول ما انت واحد عليه بتشتغل بغلى طرية مرايته غلى طرية وتطعيمه غلى طرية غير الدور اللي هو المتحدد الدور المتحدد بياخد ناشفة وبياخد طرية لان انت عايز تخلي السمكة تستوطن فيه مع العلم برضو ان سمكة الغلى ما بتقعدش لان السمكة كده كده بطبعتها احنا نقول عليها ايه السمكة رايحة جاية ما بتبقاش مستوطنة في البيئ في الدوق ولكن هي بتبقى عارفة مكانه عارفة مكان الغلى فيه استاذ عماد زيدان برضو كان حللنا المواضيع ديه في الفيديو من ضمن فيديهات الزريعة ان شاء الله هنبحث عليه و هنسيب الرابط بتاعه في اول تعليق بازن الله كان بيتكلم عن البولتي واكل البولتي وزاكرة البولتي كنا احنا اختلفنا على الكلام ده هو الله يبارك له حللنا الموضوع دوت بالفيديو اللي هو عمله المهم اتفقنا ان احنا ان شاء الله عملنا الدوق و هنبدل ان شاء الله عليه مع بعضينا طبعا انا حابب نوريلكم الدوق واي حد عايز يعمل دور نظامي لو يقدر يخليه بالمنظر ده يا جماعة ياريت يخليه بالنفس المنظر ده والسبب انا احنوريلكم دلوقتي ماليش يا جماعة انا اطولنا في الفيديو ده ولكن احنا هنجمع فيه كل المعلومات اللي تنفعك في سيد الغلى الفيديو ده ان شاء الله حيب عنوانه كده كل المعلومات اللي تنفعك في سيد الغلى بص يا جماعة انا دور بتاعنا بنفس المنظر ده بص يا جماعة طبعا انا عايز نسقلكم برضو انتو كده بتسمعوا مني احنا طبعا نردمين هنا حوالي متر وربعة هوت في المياه محددين بخشق بحاس ان انت دي كده المرمى بتاعتنا قعدتنا هي بتبقى بنفس المنظر ده كده يعني انا ابن بقعد ضهري في الايه في الياربانداي طبعا انت قعد كده عند البوصة دي زي ما انتو شايفين دي المراهة بتاعتنا وده اللي بنرمي ايه مكان المراهة بتاعتنا وده القعدة بتاعتنا عاملين احنا السنات ده بنفس المنظر ده كده عشان لو سهرنا باللقل يبقى قعد جنب منك عود مصران عود خاص عود خضرة عود طعم طبعا انت ايه قعد بالزفر بعيد عن دور الغله نفسه هو ايه الذي هينظوا الشاي ودأوت كده بنفس المنظر ده بالأعليكم يا شباب طبعا الارض دي يقت بتاعت حد نحنا مندين له That's laying on time مبالغة كده حس ان احنا نعدى وندخل يعني ايه عليها ا meine وه وهو ايه ونفس هوا барدي بالله عليكم لما يبقى δεν بقى ما كان بالمنظر ده كده زي ما انتو شايفينه ينفع حد غريب مثلا يجي يقعد عليه طبعا احنا ردمين البحر نفسه يعني مش عنقولكم احنا تعبنا قديه وصرفنا قديه بس مكان زايدة ينفع حد غريب يجي يقعد عليه وتيجي يشوفك جاي يقولك انت اشتريت البحر بالله عليكم سيبوا لي تعليق اللي يوصل للجملة دية يسيب لي تعليق ويقول لي ينفع ولا ما ينفعش طبعا الامر شور ارجع بقى للدوار العشوائية برضو اللي احنا كنا شغالين عليها معنا ناس محترمة هنطلع لكم بيشتغلوا بنفس الطريقة بتاعتنا بيحدد المكان بيرمي شوية غلة وبعد كده ايه بيستار طبعا عدة الغلة جماعة عشان نباحنا زي ما ايه زي ما اقولنا جمعنا كل حاجة صنار الغلة بيبدأ من واحد لحد ستة على حسب راحتك النفسية وعلى حسب المكان اللي انت فيه الغلة بتعوز فلة خفيفة اي ان كان سلك الدش ريشد دي كرومي خماز حرامي زي ما بيقولون خفيق ايه دي عدة الغلة خط الغلة ما تزدش عن الخمسة وثلاثين يعني معاك اساسي خمسة وعشرين تلاتين خمسة وثلاثين والرمال نفس ايه نفس الكصة برضو خمسة وعشرين تلاتين خمسة وثلاثين لو بتشتغل بثلاثين خلي الرمال خمسة وعشرين لو بتشتغل بخمسة وعشرين خلي الرمال عشرين لو بتشتغل بخمسة وثلاثين خلي الرمال ايه؟ تلاتين صد الغلة جماعة مش عايز اي حاجة غير اللي هو رزق بس والقاعدة الاساسية السابتة اللي انا متفقين عليها المكان اللي ياخد غلة لازم يدخلوا سمك لو مدخلوش سمك يبقى فيه حياة غلقة اللي تصبر عليه مرة اثنين ثلاثة اربعة خمسة بعد خمس مرات ترمي فيه غلة لو ماخدتش منه سمك انسى المكان ده سيبه سيبه الله اعلم ايه اللي فيه مش ايه اللي فيه عفريد زي ما انا قلت لا لا هو فيه حد فيه لا فيه ناس بتنزل بالكهربا فيه ناس بتنزل لاطشي فيه ناس بتنزل بجوابي صيادين مراكب بينزلوا شباك سيبك من المكان ده طبعا يا شباب هم دول العفريد اللي احنا بنقول عليهم دول صيادين شباك طبعا ده رزقهم يعني اللهم الاعتراض الواحد ما بتكلمش في حاجة دي ناس بتاكل عاش واحنا ناس بنتسل بس ده اللي انا عايز نقوله لكم ان ده بص راجل زي ده يعني متمكن في مهنته بيجي بينصب غزل على سمك على دوار الغل لو الغل لو الغزل ده مضربش السمك بينزل هو يمسكه بايده وبيغضل طبعا انا اللي منزله اللي بميلي ده جماعة كده بيجمد السمك هو كده كده نازل بس انا اتفاق معا هناخد السمك السمك بيجي نازل على الغارز في الميا يجي داخل هو ورده صلاة النام علي ديه 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 لان ده مكان بتاع الناس بتاكل ايش فده اللي انا منقول لك علي ايه تسيبي المكان خالص تبعد عنه وعشان كده احنا منحب الايه الادوار العشوائية نشتغل عليها تعالوا وريكوا بقى جماعة شغل الادوار العشوائية يلا بينا اهو احسن لنا بيسلينا بيمتعنا بيحسسنا ان احنا بنصطادق يلا بينا يا شباق دي سمكة من على الدور الغشيمة جماعة والله غير السمك اللي احنا ايه السمك اللي في الجرباندية ده كله احنا ايه اشتريناها يعني بس ديت فعلا سمكة والله من مننا احنا احنا اللي سيدانها ان شاء الله الله كريم شباب بص شباب كان معانا النهاردة برضو بيستطاد بنفس الطريقة بتاعتنا الادوار العشوائية او الادوار الغشيمة زي ما احنا ما بنقول عليها الكابتن رضا سعد كابتن رضا يماع عنده نادي فابو حمص في الالعاب الكتلية صح باشا اسم النادي ايه الاكاديمية الدولية اللي فيه الكتل المختلطة اي حد عنده ولد عايز يربيه على الكون غفوه على الملاكمة ييجي هنا للايه للكابتن كابتن رضا والباشا الباشا طبعا برضو مهند ملاكم قد الدنيا شغال برضو معانا النهاردة ومعانا الحج احمد ابو عبدالله احمد العسر احمد العسر من ابو حمص من ابو حمص الله احفظك يا ربي الجماعة هنا برضو يا جماعة شغالين على غلة ورمين برضو ايه مسرار يلا يا حج يلا حج صلات النبي اطلع يا حج اطلع بعد اسمك هاني بص يا جماعة دي كده الدور اللي هي الغشيمة اللي قلنا عليها او الدور العشوائية على البركة هي من ثاني مرة او من ثلاث مرة هي دخلت سمك عامل ازاق تالت مرة دورنا الدور في اسبوع كده على البركات دي ان شاء الله معلومة النهاردة جماعة وتحياتي لكم احلى بو يحيك وكوبات شاي صباح الفلى سيدو ووزياد واذا نريد فعله وحشيك وحشيك حبيبي خلي بالك من السمك اللي معاك دي طوطة وهدي طوطة وهدي وأهم جنب الشاية هو حتة معنا هيت ونقول آلو دور الغلة الغشيمة يا جماعة بس هو كده خلاص بقى ما بقى شدور غشيم يعني هو كده اشتغل خليكم معنا سلاة النبي ماشاء الله حالة كريمة يا شباب شباب دي نهاية الفيديو كده بإذن الله مانا ربن كن قدمت لكم معلومات مفيدة وتحياتي لكم جميعا كل متابعنا بس بالله عليكم يا جماعة الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه دي ما وديها مهمة ياريت نتشاركوا فيها الرأي اللي عنده تعليق يكتبه لنا تنساش طبعا لو الفيديو عجبك تعمل لنا لايق تحياتي لأحلى متابعين في الدنيا متابعين من وعات رحالة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموسم سعيد علينا جميعا بإذن الله ومشيته تحياتي 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 تحياتي